لا تزال الاتصالات ومحاولات جس النبض التي يجريها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعرفة ما إذا كان تعيين حاكم أصيل لمصر في لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سليم ممكنا تتصدر قائمة الاهتمامات غير أن للأفريقاء في الساحة المسيحية رأيا آخر في هذا الإطار فمصادر التيار قالت عبر الأوتي في نحاس يطن أو صنج يرن خواء أو استزلام زائد خواء أو استجلام للفتنة وسألت ماذا يعني بحث في التعيين وهناك مادة واضحة في قانون النقد والتسليف ماذا يعني التعيين بذاته حين يكون الذي يريد أن يعين فاقدا للشرعية الدستورية والميثاقية والسياسية والشعبية والنيابية كفا استفزاز ختمت مصادر تيال وطني الحر عبر الأوتي في مصادر القوات من جهتها أكدت عبر الأوتي في أنه عندما يطرح موضوع جلسة حكومية لإجراء تعيين في حاكمية مصر في لبنان ومراكز أخرى في ميادين أخرى بشكل جدي لكل حادث حديث أما موقفنا كقوات فواضح لجهة أن نائب حاكم المركزي يجب أن يتحمل مسؤوليته بظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وبالتالي المسألة واضحة أن الدستور بهذه المرحلة يستدعي هذا الأمر وأضافت مصادر القوات أن الأولوية في المرحلة الحالية هي الانتخاب رئيس للجمهورية الذي يؤدي انتخابه إلى وقف الشغور المتمدد على مؤسسات الدولة كافة وما سيحصل في حاكمية المركزي وما حصل قبلا في الأمن العام مرشح لأن يتمدد على كل المؤسسات وبالتالي الحل لا يكون بالقطعة ولا يكون ثانيا بالتحايل على الدستور ومن لديه أولوية ملء شغور ومن اعتفاق من الانهيار عليه أن يبدأ بانتخاب رئيس لا أن يغيب الموقع الأول في الجمهورية عند ضفة التغييريين الأمر واضح ومحسوم وثابت نحن ضد تعيين حاكم جديد لمصر في لبنان في ظل الشغور وهو أمر أكدنا عليه في بياننا وهذه مسألة غير قابلة للنقاش بالنسبة إلينا كما وأن التمديد غير وارد خصوصا أن السياسة النقدية كانت سيئة منذ سنوات وبالتالي لا نقدر أن نتصور لا التنديد ولا التعيين واضفت أن النواب الحاكم لا يستطيعون التنصل من مسؤولياتهم كذلك أما مصادر الكتائف فقالت للأو تي في إن الكتلة ستجتمع الاثنين وتأخذ موقفا علنيا من هذه المسألة